أظهرت بيانات رسمية أن نشاط المصانع في الصين انكمش على نحو غير متوقع في يوليو بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار كورونا وجاءت البيانات الصحفية في أعقاب صدور بيانات مماثلة تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي انكمش مرة أخرى خلال الربع الثاني المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي بعد خفض صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمية تتوالى البيانات السلبية الصادمة بشأن أكبر اقتصادات العالم ففي الصين أظهرت بيانات رسمية أن نشاط المصانع في البلاد انكمش على نحو غير متوقع في شهر يوليو بعد التعافي من عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار كوفيد-19 في الشهر السابق حيث أثر ظهور سلالات جديدة من الفيروس والتوقعات العالمية القاتمة على الشركات وكشفت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي وصل إلى 49 في شهر يوليو انخفاضا من 50.2 في شهر يونيو كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي في شهر يوليو إلى 53.8 وتراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي المركب والذي يتضمن كل من النشاط الصناعي والخدمي إلى 52.5 من 54.1 نمى الاقتصاد الصيني في الربع ثاني بأبطأ وطيرة منذ ظهور جائحة كورونا لأول مرة في يوهان ويتوقع الاقتصاديون أن يصل النمو للعام بأكمله إلى 4% فقط أو أقل مع تفشي فيروس كوفيد والقيود والركود المستمر في سوق العقارات الذي يستمر في التأثير على النشاط تأتي البيانات الصينية بعد صدور بيانات مماثلة تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي انكمشى مرة أخرى خلال الربع ثاني حيث انخفض الناتج المحلي الإجملي وهو مقياس واسع نطاق للنشاط الاقتصادي وذلك بنسبة 0.9% على أساس سنوي من شهر إبريل حتى شهر يونيو